تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي الفروسي والسباقات القدرة تنطلق بطولة العيد الوطني المجيد لسباقات القدرة تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وذلك بتنظيم من الاتحاد الملكي وبدعم من تمكين في قرية البحرين الدولية للقدرة ونظم الاتحاد الفحص البيطري للمشاركين في البطولة وترقيم الجياد وزن اللاعبين بمشاركة واسعة من الفرسان ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالفرسان والاستبلات المشاركة في البطولة الغالية التي تعتبر من البطولات القوية والكبرى في الموسم البحريني نظرا لتزامنها مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الدعم الأول للرياضة البحرينية بشكل عام ورياضات الفروسية بشكل خاص وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفرسان والاستبلات ينظرون لبطولة العيد الوطني للقدرة بعين الاعتبار والجميع سيسعى لتحقيق أفضل النتائج والصعود على منصة التتويج يؤكد بأن السبقات ستكون مثيرة وقوية وستشهد منافسة محتدمة على المراكز الأولى وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة وحرص الاتحاد على تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين في البطولة وتمني السمو لكافة الفرسان والاستبلات التوفيق والنجاح وتقديم أفضل المستويات لتأكيد موصلة تطور وازدهار رياضة القدرة البحرينية وستشهد قرية البحرين الدولية للقدرة تنظيم سلسلة من السبقات الدولية والمحلية والتأهيلية بمشاركة واسعة من الفرسان والاستبلات أطفا على التدخيل التي أجراها الاتحاد الملكي للفروسية والسبقات القدرة في الأيام الماضية